اهلا بحضراتكم من جديد برحب بضيفه وضيفكه في الفقرة التانية دكتور احمد سابت محلل قناة النادي الاهلي النهاردة اللي هنتكلم يعني ابرز الارقام وتحيل الفني لمباراة القمة بين الاهلي والزمالك في كاس مصر يوم الجمعة القادم منهارنا يا دكتور سابت ده نور حضاكة منه سامة حمد لله تمام لابس جاكت احمر النهاردة ايه تفاولا بالاهلي ان شاء الله نكسب ان شاء الله قبل ما نروح لمباراة القمة بين الاهلي والزمالك عايز ارجع لمباراة الجمعة الماضي ما بين الاهلي وينجي افريكانز اللي قدر يفوز فيها النادي الاهلي النادي الاهلي تصدر مجموعته في دوري ابطال افريقيا القرع ان شاء الله هتكون يوم 12 مارس الاهلي هيواجه الترجي او مازمبي او سيمبا ايه رأيك اممكن لأول مرة من زمان او يعني احنا في 3 بطولات 2005 و2008 والسانية دي اول مرة يمكن ما نخسرش خلص في خلال دور المجموعات ودي حاجة تحسب برضو المارس الكولر الفرقة السانية دي تحس ان هي الفرقة تقلت من كتر العناصر الموجودة فيها والتدعمات الموجودة فيها مع دخول ردا سليم ودخول امام عشرور ودخول وسامة أبو علي الفرقة تحس ان هي تقلت بعدها حلول كتير وبعدين الفرقة كمان بتعملك الف حساب يعني ينجي افريكان زي مثلا لما جي لعبنا في تنزانيا وبتتلاقي الفرقة بتلعب دفاع منطقة قدامك الفرقة يعني بصراحة بقت بتخاف كتير جدا بتعمل حساب كبير ودي حاجة احنا لازم نستغلها وفعلا استغلناها السنة دي ان انت كمان لأول مرة في تاريخ النادي الاهل يمكن انت استقبلتش بكك بس هدف واحد بس في دور المجموعات ودي حاجة برضو ما حصلتش قبل كده ان ان انت تستقبل هدف واحد جدا وكمان مجموعتنا ما كانتش سهلة اوي يعني المجموعة اه فرقة ميديامة هي اللي كانت ضعيفة المستوى لكن برضو يانجي افريكانز فريق قوي جدا وفريق والكرة في تنزانيا اتطورت يعني سنبا خرج الوداد ويانجي افريكانز صعد شباب بلوزداد طبعا معروف فريق قوي جدا في الجزائر فالمجموعة تعتبر ما كانتش سهلة وتعتبر تاني اقوى مجموعة بعد مجموعة مزمبي وصندوانز وبرامدس بعد تصدر الاهل اللي مجموعته هيواجه صاحب المركز التاني سواء الترجي او مزمبي او سنبا دكتور احمد ثابت يعني مين الافضل من وجهة نظرك انا شايف سنبا ياريت يجي سنبا يعني انا شايف اصعب فرقة فيه مزمبي كفنيا ولا ملعبها هناك نجي فنيا وملعب مزمبي فريق قوي جدا يعني مجموعته مزمبي صاعد يعني هو صندوانز اصلا كان حيصعد تاني جا في اخر ماتشو وكسبه في جولة الخيرة يعني كان المنافسة يعتبر فريق قوي مزمبي وبعدين انت هتلعب الزهاب اول مرة من فترة نلعب في دورة الثمانية الزهاب برما لعبنا والاياب في الكاهرة اه طبعا دميزة ان انت بتديك بس انا شايفها معادش في الكرة دلوقتي فرقة فكرة الزهاب انت دلوقتي هتروح لما تروح لمزمبي وهتبقى خارج من معسكر منتخف هيبقى الفرقة حوالي 3 او 4 ايام وهتروح تعابل مزمبي في الكنغو ماتش هيبقى صعب مش سهل فعشان كده انا نفسي نبعد عن مزمبي التراجي طبعا فريق قوي في خبراته التراجي كان ماشي وحش يعني كان ماشي في بدايته كان مكانش كويس بعد كده اخر ماتشين فاق فالتراجي فرقة خبرة وعندهم يانساس لعيبة محترفين كوي ورودريجي زتنين لعيبة برازلين قدام فرقين معهم بس برضو مش نفس التراجي بتاع السنين اللي فاتت فيعتبر تاني اقوى فرقة بعد ما زينب التراجي اقل لهم شوية سنبا رغم ان سنبا في رقم مفاجأة ان هو اقوى خط هجوم في البطولة يعني سنبا في دول المجموعات يمكن هو مسجل تسع اهداف في دول المجموعات ومخرج الوداد بس طبعا الوداد مش في افضل احوال وبرضو الوداد كان ممكن خلي بالك انت النهاردة كرة تنزانية عندك فرقتين واصلوا يانجي افريكانس وعندك سنبا بس احنا بنعرف نلعبهم يعني بنعرف نكسبهم برضو بيعملونا الف حساب سنبا قابلناها كتير رغم ان سنبا برضو لسه مقابلنا في الدول الافريكي وتعادلنا معهم زهاب وقياب بس انا بشوف ان اقل برضو احنا لازم نعمل احترام لكل الفرق اي ان كانت يعني بس انا بتكلم في حتة ايه ان انت برضو كل ما طريقك يكون اسهل كل ما بيكون الدنيا احسن لك زي ريال مدريد ريال مدريد ممكن ما يكونش في احسن احواله بس بيعرف يكسب بيعرف يكسب وفجأة لايه وصل نهائي ليه لان حتى لو الطريق سهل بالعكس انت لما الطريق بقى اسهل لك تكون احسن لك بعد كده بقى بخبراتك تقدر تاخد البطولة وده اللي بنتمنى للنهل الاهل